مساء الرضا كيف حالكم يا رب كلكم طيبين اليوم عملت لكم حلو جدا روعة اللي ايش هو المادلين ونحنا المادلين كيك بصراحة طعمه لديد اللي ما يقربوش لازم تقربونه اني الصراحة عملته كتقربة اول مرة وان شاء الله بحاول اني احسن منه كل مرة بعمله بشكل وبقول لكم ايش الفروقات وكيف يطلعها كده في لوزة البطن يعني زي ما قولوا لازم يكون في لوزة البطن فاني لازم اعمله اكتر من مرة لكن كأول تقربة كان جدا روعة لازم تقربوه خلونا نبدأ بالمقادير وطريقة التحضير عشان تعملوا ألد مادلين كيك يكون معاكم كده طعمه لديد طبعا المادلين كيك هو عبارة عن بين البتفور وبين الكيك فاعرفتو فيبو قرمشة بنفس الوقت طريق نحنا ايش محتاجين محتاجين لبيطين بحرارة الغرفة بذرقة كل المواد تكون بذرقة حرارة الغرفة حتى الزبدة تمام اضفت البيطين واضفت ملعقة صغيرة من الفانيليا تقدروا تعملوا منكهات اللي تحبوه ونص كوب من السكر والان اضفت الفانيليا واكيد ملعقة صغيرة من الخل عشان الخل يخليه كده ابيض ويبعد لنا زفرات البيض كمان معنى الفانيليا لاني استخدميها نوعيتها حلوة وتكفي وتوفي تخلطوه بيدكم اهم شيء تخلطوه لما يتدوه بالسكر بعد ما ده بالسكر تبدأو تضوفوه بالدقيق بالتدريق شوفو كله باليد يعني ما يحتاجش يعني اداة كهربائية او عقان او اي شيء لا كله باليد يعني الخلط كأنكم تعملوا معمول او كعك بعد كده اضفت الدقيق بالتدريق عندي ثلاثة ارباع الكوب دقيق وعندي ملعقة صغيرة من البيكنج بودر اخلطهم تمام بعد ما اخلطهم انزل بالزبدة المدابة طبعا زبدة بحرارة الغرفة ممكن تكون دافية الكبس بس ما تكونش ساخنة خلاص وتقلبوها باتقاه عقارب الساعة باتقاه واحد بس ما تبالغوش كتير بالتقليب اول ما تتقانس المكونات والمقادير خلاص وقفوا التقليب انا اول ما شفت انتقانست الزبدة معاه خلاص طبعا الفرق بين الكيك ان الزبدة تنضف اخر حاجة اذا انتم ملاحظين وقوامد جيز المطاطي كده تحسوه قوامد غير الكيك يعني بين البيتفور وبين الكيك وانعم كتير او سائلة كتير عن البيتفور فهو المادلين قلت لكون مادلين كيك هو بين البيتفور والكيك يعني لازم يكون في بو قرشة وبنفس الوقت طري من داخل يكون كيك فهذا الفرق بين المادلين كيك والبيتفور والكيك كمان هو مخلوص بين الاثنين بين البيتفور طبعا الان بحط الخليط بهذه ادات التزيين حق الكيك عرفتو كيس الحلواني اللي يزينو في بالكيك او تقدرو بنفس الزبدية عادي لازم يدخل في التلاقة اقل حاجة يجلس اربع ساعات لازم يجلس بالتلاقة اربع ساعات الى ساعتين واذا انتم مستعقلين خلونو بالفريزر شوية يعني تحطوه بالفريزر كده حق ساعة بعدين تطلعوه اهمشي ميقمدش ميكون شيابس يقمد لا ويفضل انه يكون يوم واحد كمان يجلس في التلاقة يوم كامل يطلق احلى واحلى طبعا المادلين كيك هي وصفة فرنسية وطعمة صدقوني جدا روعة الان شوفوا خلاص بعد ما قهستو بدخلو التلاقة لمدة 8 ساعات اني خليته وممكن يوم كامل يكون احسن تقدروا تحملوني تحضير مسبق يكون روعة طبعا له قوالب معينة وهذا شكل القوالب حق المادلين كيك وفيه شكل يجيز زي القلب كمان حلو افضل انه يكون معكم المينيوم مش سيليكون السيليكون ميعملش تحمير تمام يعني ميحمرش المادلين كيك بتشوفو كيف تحميره اذا عندكم قوالب المينيوم تقدروا تطلبوني من شيئا بحط لكم صورته وهنا شوفو بعد 8 ساعات بدت افتح له شوية الكيس واعمل نفس كده انتبهو تعبوه كتير اذا عبيتو بيخرج من القالب لا هو حاجة بسيطة شوفو متل كده اروح يمين يسار يمين يسار وخلاص وانتهي بكده خط يكفي لكن انتبهو تعبوه عشان كده افتحو فتحه بسيطة حاجة بسيطة للكيس الحلويات فتحه بسيطة عشان تتحكمو في سكب الخليط فانتبهو تعبوه كامل لانه ما بيطلعش حلو انا قربت عبيته كامل وقربت يعني اضبطه تمام يعني اخلي نفس كده دخلته فرن حرارة 180 لمدة 15 دقيقة طبعا شوفو كيف التحمير لكن لو كان قالب معدن عندي او المينيوم ما بيكونش كده التحمير بيكون كامل طيب لاني اني استخدمت قالب سيلكون كانت الحرارة عندي 175 اقل من 180 الى 170 خليته لانه قوالب سيلكون تعرفوا اني حطيت تحته قالب كمان حطيته على قالب المينيوم بحيط انه ما يحرقش علي يعني يتحمر كتير لانه القوالب السيلكون خفيفة مزة الالمينيوم خلاص الان بدت تطلعه بهدوء بعد ما برد شوية بدت كده بعده بهدوء بهدوء بس اني ما بقولكمش انه سيئة السيلكون لا انتم شايفين حلوة ليس السيلكون مش بطالة حلوة يعني تفيد بالغرض بس انه التحمير فقط والان خاص بعد ما نزلت عندي هنا شوكولاتة بيضة مدابة دوبتها على حمام مائي وبدت بعد ما برد تماما الكياك المادلين ببدأ ايش اضيف كمية طبعا حطوه كمية مش تحطوه كمية خفيفة بعدين مطلع زي لا بتحطوه طبقة ثانية بتطلو لكن حطوه كمية كده حق ملعقة صغيرة مليانة وبدأوا كده تغطوه بخفيف عليه حطو المادلين على خفيف يعطيكم بعدين نفس الشكل هنا شوفوا للأسف حبتهم قلبتهم مفروض عملي بالقلب يعني حطه على القلب تبعي لكن عادي نسيت اني وحطيته بالمقلوب لكن الان ذكرت ورجعت حطيته تمام شوفوا بس احط ملعقة يعني احاول اني اغلفه تمام بحيط انه يضغطه ميطلع ليش فراغات وزي ما قالت لكم حطوه كمية شوكولاتة بحيط يضغطه تماما لانهذا حطيته خفيف بيطلع لكم شفاف ما بيطلعش مضبوط يعني من البداية حطوه كمية كده حق ملعقة صغيرة واضغطو عليه بحيط انه يطلع لكم شوكولاتة بيضة انتم بتشوفوا كيف خلاص الان كملت الكمية كامل بدخله التلاقة يعني نص ساعة عشان يبرد بعد نص ساعة شوفوا كيف طلعته طبعا اني كنت مستعقلة عليه واكتسر علي لكن بتشوفوا بعدين من من غطي هاده من لبس الخشبة ترقع عقبة سبرو بس شوفوا كيف بعمله وكيف من مكيجو منعمله مكياج مكياج حق طبعا مش مكياج حقنا نحنا الميكاب اللي نستخدمه بقهنا ده خاص بالاكل طبام اليوم اختي لما شافت هذا الفيديو لما رويته صورة المادلين قالت الان الان انتي الان الكل بيعرف انك اختي لان اختي حلويات تشتغل حلويات وتعرفو كيف يعني تعمل حلويات واني ما اشتغلش يعني حلويات بالناثر معمل وبالناثر معمل كده حاجة اتفنن في به فهي اليوم مصدومة من شغلي كمان زوجي لما شاف يعني شاف المادلين انصد مقلي ايش الحركات دي وايش الحلاوة دي وطعمه صراحة كان روعة طبعا اني هنا حطيت هذا ترتر او لمعه تدي للحلويات خاصة واستخدمت كمان ورقة ذهب في به كله تتاكل هادي كله للحلويات تلاقوه عن محلات اللي تبيع اشياء يعني اشياء معدات الكيك والحلويات اني هنا في مصر هاتي من شركة بح بح يبيعوا كل حاجة حقها معدات الكيك معدات ادوات الكيك وادوات اله يعني كل مستلزمات المطاعم والحلويات والفطاير كل مستلزمات الخبز كامل يبيعوا اني نزلتكم فيديو عنهم كامل وبس والله بدت كده ازيين شوفو احط شوفو الاماكد يتكسر علي الشوكولاته في بي بدت احط في بي ايش الورقة الذهبة غطي فيه والله طلع الشكل روعة فخم جدا محد يقول انه عملتو في البيت زي ما شفتوا طريقة المادلين كيك سهلة وسريعة ويعني ما تحتاجش وقت الا التبريد يعني حقها التبريد تقدرو تعملوها كمشروع مربح لكم حلو تفتحوا مشروع وتقدرو تعملوها بنكهات تقدرو تعملوها حلوة تقدرو تعملوها مالحة مش بس بنكهة الفنيليا تقدرو بالليمون بالتمر بالزعفران يعني نكهات عربية بالهيل تقدرو تعملوها مالحة بالزعتر بالقبنة بالانواع كتير يعني نكهات انتم تبدعوا فيها لكم مشروع مربح والصراحة حاجة كيوت وحلوة للتقديم تعرفوا احيانا بالمناسبات يحبوا يطلبوا لو حد عنده مناسبة حاجة حلوة وفخمة في التقديم ومكونات سهلة وان شاء الله تكون هذا الفيديو استفدتوا منه هذا كان المادلين كيك روعا وان شاء الله بعملو معاكم اكتر واكتر طعمه لذيذ شوفوا كيف من داخل كيف هش من برع يقرمش بقلتكم بينه وبين الكيك وبين البيتيفور هذا كان الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل قرس الاشعارات ولايك وكومنس حلو منكم وبالعافية لي ولكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر